استنكار وشجب نيابي قبلت به تصريحات النائب نبيل الفضل التي طالب فيها بإباحة الخمور وإلغاء الضوابط الأخلاقية للحفلات الفنية النائب سعود الحريجي اعتبر أن الفضل أساء لأهل الكويت بزعمه أن الخمر من عاداتهم وتاريخهم وتراثهم إلى ذلك شدد النائب حمود الحمدان على أن الجراءة على حرمات الله تؤدي بصاحبها للمهالك مشيرا إلى أن أهل الكويت عرفوا منذ القدم بصلاحهم ومحاربتهم للفسادة من جهتها أكدت جمعية الإصلاح الاجتماعي على أن ولاة الأمر من أسرة آل الصباح كانوا ولازالوا عبر التاريخ حماة لتقاليد الكويتين المتمسكة بالقيم الإسلامية وتوج ذلك تاريخيا بتحريم وتجريم الخمر قبل الدستوري وبعده